ليس جديداً عليك أن تعيش في وسط أرض لاهبة بالحرائق ومن حرائق الأرواح إلى حرائق الطبيعة إلى حرائق من نوع يكثر انتشاره في العراق هو حريق يحيي الشكوك ويثير الريبة مجدداً بعد حادثة حرق هيئة الضرائب الحريق الذي شب في المقر التهم ملفات كبيرة تحولت إلى رماد أسود أمام تم إنقاذه ما يقارب ثمانية مليارات دولار منها كالعادة يرتفع عنوان الفاعل المجهول في تفاصيل الحادثة وهذا ليس بجديد على العراقيين إذا كانت الحرائق المفتعلة خدمة لاستمرار الفساد والتهرب الضريبي أو عدم المثول للقانون كل هذا يؤخر عودة سيادة العراق لكن التزامن اليوم يأتي مجدداً بحرائق مؤسسات حساسة تزامناً مع الحديث عن فتح ملفات فساد شركات كبرى وأرقام لا يصدقها الخيال سرقت من جيوب المواطن والوطن وقد حدث هذا العام الماضي بحريق في قسم القروض في أحد مصارف البلاد ما يدق الجرس عاجلاً ويطرق باب الحكومة لإطلاق سفارة إنذار تحمي أوراق الدولة وتحفظ هيبتها وقد تشتعد حرائق أكثر حدة وتأكل الأخضر واليابس كلما اقتربت حكومة الكاظم من نبش المسكوت عنه فلا دخان بدون نار ونيران الفساد وإن طال انتشارها لا بد أن تخمد فيما هي الرسالة للمواطن العراقي أن يحدد مستقبل البلاد باختياره صوتاً ينهي زمن النار سوف تفوق على العراق بحجرتي هكذا بحجرتي ياني هكذا وحجرتي